الناس كثير بتسأل ان هما بيش بيشوفوا الفيديوهات بالترتيب. اه بس ان انا اناوه ان انا اي فيديو بينزل بيكون له بلاي لست في لكل صف. لكل صف بيكون لهم بلاي لست كاملة بينزل عليها فيديوهات الترم كاملة وبالترتيب. كل اللي انت هتعمله بس ان انت تضغط هنا على اسم القناة. وبعد كده هتلاقي هنا في حاجة اسمها بلاي لست او قوائم التشغيل. هتقعد بها تتصفح وتشوف الصف الدراسي اللي انت بتتبعوه. وبعد كده هتلاقي كل الفيديوهات نازلة بالترتيب. واتنساش ان انت دعمنا باللايك. ولو انت لسه او مرة تتفرج علينا. ياريت تشترك في القناة. هنا في المسألة ديت بيجي وقولك باي? بقولك فين? العلامة دي اسمها ودي نوت سبسط. يعني يعني ممكن نقول كده موجودة. او مش موجودة. او ممكن تتقلب ترية تانية جزئية. بس مش هتفيدك يعني المعنى. في ناس بيجي وقولك اسمها سبسط. 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 عالي يعني مش هتفرج. سبسط والنوت سبسط. معناها. الوان دي موجودة. موجودة هنا? او يبقى سبسط. طب السفل والقيت موجودة هنا? هي السفل موجودة. بس الات مش موجودة. يبقى لازم ان يكونوا موجودين. اقوله هنا نوت سبسط. بس. هي دي الفكرة. طب الوان والتو. موجودين في السفل دي? الوان والتو موجودين او. طبعا تمام اقوله هنا سبسط. طب التو دي موجودة? اقوله برضو سبسط. كواس جدد. انت عندك هنا? سيفن موجودة هنا بسيفن دي سيفن? لا طبعا. مش موجودة. اقا. فعقوله هنا نوت سبسط. الفيه موجود هنا? الرئيور موجودة هنا? طبعا لا مش موجودة اقوله هنا نوت سبسط. ثري والتو موجودة هنا. بس مسر دي وهنا 73 هتكون هنا ايه 43 مش موجودة يبقى 0 وهنا 100 وهنا فيه ست هنا فيه فايل يعني ست فاضية كده يعني منزل العلبة الفاضية او الكارتونة الفاضية موجودة هنا لا طبعا الفايل الفايل اللي ما يبدأ بالفايل دايما 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 هتخد لها ست ليه هنقولها ان شاء الله في الحسة الجاية ان شاء الله في الحسة الجاية دايما بتاخد لها ست ماشي طب هنا اقولك 9 و 2 the set of the digit of the number 5992 يعني ايه the set of the digit بافتح 6 كده وبكتبنا ال 5 بعد كان 9 ال 9 خلاص كتبناه نكتب بال 2 هي دي معنى كلمة set of the digit دي معنى كلمة set of the digit فال 9 و 2 موجودة هنا اه موجودة اقول له طيب الموجودة هنا هتقول له موجودة مستر لمو ليه لا دي ام و دي ايه و دي كلمة math ده word هتفرق اه طبعا تفرق not subset طبعا انت عندك دي sets كلمة sets وهنا عندك الحروب بتاعتها لا طبعا not subset not subset not subset هنبدأ بقى ندخل في جزئية تانية هيجيب لك هنا not belong subset و not subset يعني مسألة زي دي سوانا كده يعني لما يجيب لك مثلا مسألة زي دي بيجيب لك بقى ايه هنحط هنا block ولا not belong ولا subset or subset بص كده letter A و letter B لما يبدأ لك المسألة ب number من غير set شوف المسألة دي بدأ ب set لما يكتب لك المسألة دي من غير set يبقى للجابة هنا هتكون yam belong yam not belong هما الاتنين معنا واحد يعني موجودة اولا مش موجودة اما لو يبدأ لك هنا بال set اهي حتى جامل اسمه يبقى نحط yam subset yam not subset فبس فتسأل نفسك كده دي موجودة لا فقوله هنا not belong not belong ده طبعا set موجودة في ال set دي اه هنحط لها subset اه subset هنحط لها برضو ايه subset ليه علشان بدأ ب set حتى جاي من اسم ال set مع الاسم يبقى لما يبدأ لك number من غير set هنا number جايب لك number من غير set مدام بدأ لك number من غير set يبقى هياخد ب ايام long yam not belong زي دي مثلا برضو seven من غير set هتاخد الحل بتاعها هايمة 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 long yam not belong برضو الففتين long or not belong برضو النمبر دوت long or not belong seven دي موجودة هنا اه يبقى حط لها long الففتين دي موجودة هنا لا يبقى not belong not belong not belong three point 14 دا موجودة هنا ده طبعا number ده بتدسمان موجودة هنا؟ لا فبقول بينا ايه not belong not belong not belong طبعا نلسه ايه من شوية ان five دايمان بتاخد لها subset عشان بس لما ناخد الحسة الجاية او الفيديو الجاي او الحسة الجاية هنعرف بقى الايه؟ ليه؟ السبب ليه؟ عشان متعلقة بحاجة تغير معينة بتاعتها يعني هنا five طبعا موجودة هنا مش موجودة هنا فنجيب لها النوت subset عشان فاست seven موجودة هنا فنجيب لها subset الفيفتين مش موجودة فنجيب لها هنا ايه؟ not subset لا خلي بقى لك دي هنا belong دي كانت هتكون belong يبقى not belong ودي برضو هتكون هنا belong عشان ليه؟ علشان جاب ليه النمبر من غير 6 six with two اه يبقى دي هتاخد لها يما subset يبقى not subset طب six with two موجودة هنا؟ لا يبقى not subset هنا جاب ليه هنا set هتاخد لها يما subset يما not subset two and zero موجودين هنا اه يبقى subset يبقى يكون هنا ايه؟ subset احنا قلنا دايما الفاي دايما دايما الفاي subset آه طب هنا بقول لك five two zero موجودة في الفاي الفاي يعني ايه تصدد يعني الايه لما تصددين موجودة هنا؟ لا طبعا فانا بقوله هنا بايه بدأ هنا بايه بSET يبقى اقوله هنا ناية not subset tool one one three هنا برضو two one one three بنحط له هنا ايه subset عشان نجاب له هنا ايه؟ set عندنا ندخل في الجوذيه الثانية اللي هوHello it is quality of the two sets quality of the two sets زي يعني انا ما جابلك هنا zu set زي القدامة دي كده بيكونوا equal انت عايف يعني ده معنى ايه معنى ايه معنى ان hell means państwo اللي هتكون موجوده في ال set دي هي نفس dingen 동يوجوده موجوده في ال set elements الموجوده في ال set دي هي نفس الموجودة برضوFC دي. يعني هنا انت عندك فايف و سبن. يعني هنا هتكون سبن و ايه? سبن و فايف. هتتلغبط? اه. خلاص. شيل المتشابه. هنشيل المتشابه. هيكون عندك الاكس بتكون اكوال زل ايه? الفايف. هيكون عندك الاكس? هتكون اكوال زل ايه? الفايف. بس. شوف ديت. تبعنا هنا بيقول لك تو اكس اكوال سبن. هنقضت لك نفس الهنا. لازم تكون موجودة هنا. فتبص عشان تبقى سهلة عليك. الاكس دي هتاخد الاكس اللي موجودة هناك او النمبر اللي موجود هناك. يعني الاكس هتكون اكوال تري. فتحط هنا ما كان هنا تري. والواي ديت هتاخد النمبر اللي موجوده فين? في الناحية التانية. يعني الاكسر بيتبدله كده. اه بالضبط كنا بنبدل يبقى X هتكون equal 3 وال Y هنا بتكون equals 2 يبقى X هتكون equal 3 وال Y هنا هتكون equals 2 دي بتاعة دي الفكرة المسألة تنظر اكمل كده هنا بقى 4 X 9 equals Y 4 8 أول حاجة اشيل similar elements or common elements or like elements اللي هي number اللي شبه بعضه اللي هي مين 4 وال 4 أهي ال X دي بقى بتاخد numbers اللي هناك يبقى X هتكون equal 0 Y دي بقى بتاخد number اللي هنا يبقى Y هنا بتكون equal 0 بس فديك كانت الفكرة الأولى هنرجع لدي تاني هنرجع لدي تاني بص شوف دي هي برضو دي نفس المسألة اللي فاتت بولك ان 2 و 3 و 4 equal X و 4 و 2 هنشر المتشابه يبقى عندك X دي بقى X دي هتكون equal زمين هنا اه وتشيل برضو 2 مع 2 مانا متشابه برضو يبقى X هتكون equal زمين 3 X هتكون equal 3 يبقى احنا بنشر the numbers اللي بيكون شبه بعضها هنشر the numbers اللي بيكون شبه بعضها شوف دي برضو المسألة دي اول حاجة نشر المتشابه 2 مع 2 X دي هتكون equal زمين 6 و Y دي هتكون equal زمين 5 بس تمام شوف دي برضو هنشر 6 دي مع 6 دي بقى عندك X minus 1 equal 3 تعال كنشوفها كده X minus 1 equal 3 بقت equation ايام 6 equation من ايام 6 كنن بنعم بليه هنودي فاكر عشان دي عشان دي النمبر واحد يقولي تمام انا ممكن اجيبها بالمنتل معانا كده تجيبها بالمنتل number minus 1 دي بس ماشي بس لسه في حوارات جاية يعني انت لو عفتوا طلعها بمنتل ما بيش مشكلة برضو خلاص هنودي دي هناك بالplus ده نظام equation فيكون عندك x equal 3 plus 1 x equal 3 plus 1 يعني x هتكون equal 4 يبقى انا وديت النجد 1 دي الاثر سايد طب واحد يقولي انا number minus 1 يطلع لك 3 4 خلاص يبقى اتنين واحد شوف هنا بقى انا عايز value بتاعت the a وعايز value بتاعت the b انا عندي هنا اول حاجة the a d هنساوب بتاخد number بتاعنا اللي هناك ده يبقى اللي هنا equals two والb دي هتكون equals seven here برضو هنشيل المتشابه هنا اللي هو eight والeight the a d هتكون equals nine والb هنا هتكون equals the a five ال b هنا هتكون equals the a five طب دي برضو ركز بها في الحتة دي طبعا انت عندك the a هتساوب من هناك the a هتجيبها من ناحية تاني بن number اللي هو four خلي بالك هتكون equals the four خلاص يبقى the a d yet هتكون equals the a four and b minus three d yet هنساوب هنا by a two شوف d b minus three equals two يعني number اكنس منه three طلع لك two او ممكن اودي ناجد three d هناك plus يعني b بتكون equals two plus three يعني b هنا equals five five b هنا equals five ثاني احنا عملنا ايه جابنا ادي ده هنجيب اصادة من ناحية ثانية هنا نجيب لها هناك number يعني a هتكون equals four وعند b minus three ده نسواب المين بال two يبقى b minus three equals two منها بقى هنودي negative three هناك plus يبقى b equals two plus three هتكون equals five تعالي نشوف المسال اللي احنا عدناها d بص برضو x minus one d هنجيب اصادة نجيب اصادة من هناك نحط هنا number نجيب لها number وال y plus one d هنجيب لها مين five يالله معالي حل ال equation انت عندك هنا negative one d هنودي negative one d هناك ف x بتكون equal six plus one ف x بتعالك ب canvas seven وهنودي one d هناك بال minus ف y هنا بتكون equal five minus one يعني y هنا بتكون equal four y هنا بتكون equal four هذه فكرة المسألة مسألة دي هي نفس الأفكار بتاعت المسألة اللي فاتت بس بقولك هنا ايه ال x ب three و four و seven و seven و y six و three هنشير المتشابه الوا مين أنا عندنا seven مع seven و three مع three هي بقى x هتكون equal six اكتبع كده وال y هتكون equal four بس فرجعلك x minus y ال x 6 أصلا minus y لي four six minus four two x plus y لي six plus four هتكون equal ten طب هنا بقولك x multiply y يعني six multiply four هتكون equal to twenty four طب x over y x over four بتعمله simplify six two multiply three والfour two multiply two هن cancel two مع two فهتطلع هتطلع لك three over a two طب انت عندك هنا بقى انت عندك هنا تبرين المعاصر بقى بقولك هنا two long x and three فزا ملت لك يعني two long يعني two موجودة هنا جوه الست هنا فالvalue بتاعة x هنا هتكون equal z two يبقى اول هنا y plus one equals four يعني one plus what equals four one plus three one plus three فال y هنا equals three تمام كده يبقى four long set داية يعني four موجودة جوه set دي تمام شوف هنا برضو x minus long six يعني long يعني equal ما لازم ما تكون جوه set يبقى x minus one equal set number اما نصبر نطلع لك six او ممكن اقول هنا ان اود ال negative one سايد هتروح بال plus يعني x هنا هتكون equals seven تمام جدا وبعدين بقى كده بيقول لك هنا في المسألة دي ي belong two three and five يعني موجودة في table table number nine يعني three times what equals هي دي three اصلا شوف انا قلتها حتى تلقائي three من من الهن الموجود في time stable nine هتكون three او من هنا اللي هيطلع لك nine في times two ولا three ولا five هكون طبعا three او ممكن اقول لك بطريقة ثانية nine هنا نقدر نعمل two ولا three ولا five هيكون برضو three ب value of y هتكون هنا equal three كلمة factory يعني table هتكون عبارة two multiply three two time three هي دي بقى prime factors هيكون منهم هنا مين هيكون three فالx هنا تكون equal three هنا برضو هنشيل المتشابة فبال عندك الx هيكون equal four وبرضو هنكنس مين لأ لأن ال y هنا هتكون equal seven والx هنا هتكون equal five والx هتكون equal five بيبدله يعني هنا برضو أول حقا نشيل المتشابة لو seven مع seven هيكون عندك ان y هتكون equal five والx هتكون equal nine تمام شوف دي برضو ال x minus two هتساوي النمبر اللي هو موجود في second set يعني x minus two equal six وعندك برضو هنا y plus two هيكون equal three y plus two equal three هنودي negative two هناك فالx بتكون equal six plus two يبقى x هتكون equals eight وهنا برضو هنودي two هناك فالy equals three minus two يعني يعني هنا بتكون equals l one y هنا هتكون equals l one يبقى ودلت التول هناك ال other title بال minus or اعجيش 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 ترجمة اشتركوا في القناة